أنا بس أتوقف فينا عند نقطة قالها الدكتور رضا وقال إن إحنا بنتكلم على موضوع اختيار المعلمين وإعدادهم عشان يقوموا بمهمة هي جد مهمة خطيرة وحساسة جدا جدا في بناء الإنسان المصري وأنا حتوقف عندي كلمة وقال إن إحنا أنا كنت قبل كده بنشوف لما الدولة تعلن عن قبول مدرسين في مرحلة التعليم الأساسي كان بيتقدموا للوزارة وعلى موقعها ثم بعد كده نسمع الشكاوي أن الجمهور فيه يعني مش فيري يعني مش كده؟ طيب دي واحدة النمرة الثنين كانت معايير الانتقاء هي عبارة عن معايير يعني انتقاء عامة قوي عامة قوي يعني فإحنا اللي قاله الدكتور رضا وقال إن إحنا عملنا برامج للتقييم والاختبار للعناصر اللي بيتم أو للطقل اللي هم اللي بيتقدموا لشغلة هذه الوظيفة ووظيفة المعلم وبالتالي بقت في فرصة كويسة إن إحنا أولا ندي ندي الفرصة للجميع ثم العدالة بتتحقق من خلال التقييم والاختبار ثم قال على موضوع الألف معلم أو الألف ومدير مدرسة وأنا هتوقف عند النقطة دي لأنه كان خلال الفترة اللي فاتت كان فيه نقاش يتقال على موضوع أنت له بتودوا بعض الناس للأكاديمية العسكرية وأنا هكلمكم بمنتهى الصراحة لكل المصريين اللي بيسمعوني أنتو بتقولوا إن حصل تطور كبير جداً في مجتمعنا تطور جزء منه أجابي وأكيد فيه جزء منه سلبي أنا النهاردة المعلم اللي أنا عايزه موجود في المدرسة هناك يبقى يعني مهاراته عاملة إزاي انتماءاته عاملة إزاي استعداده عاملة إزاي أنا ما بشككش في انتماءات حد أو مهارات حد لكن أنا بقول أنا النهاردة حسلم أو هنسلم أبنائنا وبناتنا للمدير ده أو للمعلم ده وإحنا بننتقي طب أنا عندي فرصة أن أنا أبزل معه جهد شوية ويمكن يبقى فيه انفاق أكتر عليه عشان في النهاية أجاهزه أو أعده أو أساعد في تأهيله عشان يقوم بدور أنا محتاجه طيب أنا النهاردة إحنا كلنا تعودنا في نتيجة تطور نظم وسائل الاتصال وكلام هذا القبيل بقى دايما التليفون في إيدينا ودايما يعني بنضيع وقت معه كتير ويمكن بنسهر شوية طب أنا عايز معلم يروح الساعة ستة الصبح المدرسة فأنا بقعده ستة شهور يصحى الساعة خمس الصبح عايز معلم يهتم بالرياضة طب هو ما كانش يلعب رياضة قبل كده فأنا بحطه في برنامج عام لكن الفني ما بتدخلش فيه يعني إيه الفني ما بتدخلش فيه أنت عارف كده دكتور رياضة طبعا الفني اللي هو التخصص اللي هو بتاع الدكتور رياضة أنا مش بتاعي أنا أنا بحط إقتار عام لابني وبنتي اللي أنا هسلمهم أبناء مصر بعد كده أنا لو أقدر أعمل ده في كل مؤسسات الدولة هعملوا ليه هعملوا؟ لأننا محتاج أننا الجهاز الإداري للدولة يبقى أكثر التزاماً وأكثر اندباطاً وأكثر تقدماً وأكثر استعداداً للعطاء طب أنا بأعمل ده إزاي؟ الفكرة اللي جات هي دي طب لو حد عنده أفكار أخرى يقول لي عليها وإحنا إيه؟ نعملها أنا خدت دول الست شهور وتم الانتقاء واتعمل لهم كل الموضوعات اللي تحقق يعني كفاءة الاختيار ثم بنبذل جهد معهم عشان يبقوا جاهزين من خلال التعليم الفني اللي هو حطيته وزارة التربية والتعليم ياخد دبلوما ثم نقول إن إحنا مع المدرسين اللي بيتم انتقاءهم ولو عندي فرصة إن أنا أعمل كده مع المدرسين الثلاثين ألف أنا ما كنتش هتردد بس ما قدرش أعادوا من ست شهور كده؟ أيوا طب ليه؟ عشان أقولوا أنت تسحى ساعة ستة وتنتبه للرياضة وتخلي بالك من الانتباء والولاء اللي بناتنا وأبنائنا لأنك أنت في الآخر اللي هتقولوا ده هيتحط فأقول أطفال صغار ثقافتك وممارساتك هي دي اللي الطالب أو الطالبة هيشربها بينك فأنا محتاج إن أنا أطمن إن نتم سياغة شخصية الشخصية دي إحنا بنقدم لها وبنقطيها بناتنا أو أطفالنا ولاد وبنات فالموضوع عشان بس تبقى النقطة دي واضحة لإحنا وأنا بكلم عمري ما خبيت حاجة لأنها مش معمولة من غير فكرة يا دكتور لا دي ورها فكرة وحنشوف نتيجة الفكرة دي حنقيم إحنا نجحنا في البناء ده ولا لا وعشان كده أنا قلت الدكتور رضا الألف دول اللي حيقودوا المدارس هنديهم معلمين متميزين مش بس متميزين ما دخلوش الحقل التعليمي قبل كده جدد جدد ليه عشان تبقى الفكرة على بعضها قبل للإيه للتميز مش النجاح لأن أكيد القطاع التعليم كله الناس اللي فيه ناس كويسة لكن إحنا بنحاول نحسن أكتر نطور أكتر في ظل إيه في ظل موارد قال الدكتور رضا والدكتور مصطفى إنها مش موجودة إنك إنت النهاردة تختار كويس وتدرب كويس وتأهل كويس وبالمناسبة ده عملية التأهيل والتدريب عملية لا تنتهي للقائم بأي نشاطة وظيفة في التعليم في النقل في السكة الحديد في أي مجال أنت محتاج دايما تعمل برامج تدريب وتأهيل عشان تطور من قدرات ومهارات القائم بالعملية دا أنا بس حبيت أشير النقطة ديت لأننا عملناها مع وزارة النقل للناس اللي بيشتغلوا في السكة الحديد ويشتغلوا في متر الأنفاء عملنا نفس البرنامج ست الشهور يدرس دراسة فنية تحطها وزارة النقل عملناها مع وزارة المالية تحط الكلام ده وزارة المالية هي اللي تحط البرنامج الفني لكن أنا أعمل أعادة سياغة للشخصية مش عسكر عسكر إيه؟ لا 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 أنتوا كده مش أنتوا اللي دايما بيشوه ويسيء ويبس السموم في عقول وقلوب الناس ويحطم الأمل في بكرة من خلال شائعات وأكاذيب وإفك يقولوا للناس لا يا جماعة احنا بنحاول في ظل ظروفنا وقدرتنا المحدودة اللي وأنا بقولها تاني أنا عمري ما قلت لكم أبدا كلام معسول ولا أحلام عمري ما قلت ده أنا حجيب معايا لا لا عمري ما قلت كده أنا قلت في عمل وبس فيها يا فندم عمل وبس هنفضل نشتغل لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويكرمنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا